لا تكتمل أناقتك في المناسبات الكبيرة من دون مجوهرات فاخرة تضفي عليها لمسات من التميز والفخمة ولذلك تحرص دور المجوهرات العالمية على تقديم أفضل ما عندها في هذا المجال ضيفتي في الاستوديو أخصائية المجوهرات سعاد المغراوي ستعرفنا أكثر على عالم المجوهرات وتصاميمها يسعى الصباح السعاد أهلاً سلام بيتو يانا على ماذا تأتمد اختيار التصاميم في المجوهرات تختار على الأناقة والأسلوب والشكل التصاميم وطبعاً على حسب الضوق نعم أيضاً يعتمد أن المصمم هو شيء يحب يضيف أحياناً في تشكيلات بتكون متميزة يعني على حسب الفصل على حسب اللباس على حسب مثلاً في أعراس مثل اللؤلؤ بيميزوه في الأعراس والألوان بسبب الصيف وفصل الربيع نعم بتكون عندها رونق وجمال أكثر لأي الفئات العمرية عادة مصممي الجواهر يستهدفون؟ وهل الشباب من ضمنهم أيضاً أو الشابات؟ أكيد أكيد كل الفئات العمرية عندنا موجودة وكل الأعمار تقريباً من 15 سنة ل70 سنة نعم وكل الأجناز من أكثر طلباً على المجوهرات من هذه الفئات العمرية سعاد؟ تقريباً عندنا كل الطلبات منهم شباب أكثر ومنهم نساء فوق الأربعين هناك تركيز على النساء والسيدات أكثر من بقية الفئات العمرية لا التركيز هو للنساء والرجال لأنه يطفي لمسة جمال على المرأة وجاذبية للرجل أي الألوان الأكثر تدخلوها على تصاميم المجوهرات؟ معروفة بطلاً الحين موجودة في الموضة عندنا روز جولد وعندنا الجولد وسيلفر لكن هي الموضة الحين على الروز جولد تستقنب هذه المجوهرات موضات الصيحات العالمية سعاد؟ أكيد هي دائماً في القمة بنقول دائماً متاحة للجميع وليها بريقها الخاص نعم كيف ممكن مثلاً الموضة كيف ممكن من يحدد الموضة في عالم المجوهرات؟ يعني هو الناس هم اللي حددوا الموضة على حسب اللباس على حسب الأجواء يعني مثلاً تلبسي لبس لازم تحطي عليه شيء موضر شيء عنده جاذبية طيب بالعادة على سبيل المثال إن أخذنا تصاميم المجوهرات بالأقراط عادة تنصحون الزبونة مثلاً لما تيجي أنه إذا كان واجهها دائري إذا كان واجهها طويل أي التصاميم تناسبها أكثر؟ أكيد بالنسبة مثلاً للوجه الدائري نوريها شيء يعني مثلاً يبين كتير يعني تكون فيها تشكيلة وبالنسبة للوجه الحنيف لازم تكون فيه شيء رقيق يعني بيبين طريقة الوجه تعتمد على الوجه أيضاً ممكن المجوهرات والتصاميم تدخل في الساعات سعاد؟ أكيد طبعاً كل تصاميم عندنا فيها من ساعات باللؤلؤ والجلد المعروفة يعني عندنا كتير برندات معروفة كتير إسباني إيطالي فرنسي ياباني طيب مثلاً للأطفال للمواليد الجدد هل هناك تصميمات معينة لهم؟ لا الحين ما عندنا تصميمات للأطفال يعني سنة يبدأ من 15 سنة لغاية 70 طيب الألوان الأكثر درجة الآن وأيهما مثلاً الذهب الفضة الألماس اللؤلؤ أيهما الآن الأكثر درجة في الموضة؟ في الموضة كل شيء يمكن يلبس يعني اللؤلؤ عنده لمسة يعني غير الأشياء الثانية اللؤلؤ يتميز بالأناقة والبريق وبالنسبة للعرائس يعطيهم أناقة يعني وبالنسبة للألوان الأخرى أي واحد على حسب الضوء ذكرت العرائس خلينا نتكلم أكثر عن العرائس الموضة الآن بالنسبة للعرائس ما هي بالنسبة للمجوهرات؟ بالنسبة للمجوهرات هي موضة تقريباً عالمية يعني كل واحد يلبس على الأذواق على الضوء بتاعه بالنسبة للألوان بالنسبة للتشكيلة على كل الأذواق أيهما الآن الأكثر طالباً المجوهرات التي تدخل بها الألماس سعاد أو مثلاً الأحجار بأنواعها؟ أكثر بالأحجار الناس يطلبوا كثير بالأحجار لأنها فيها لمسة لمعة وبتضيف يعني نظارة أنواع الأحجار المطلوبة هناك الكثير من الأحجار الأحجار الطبيعية واللي فيها ألوان يعني مثل الأحمر مثل الأخضر كل الأحجار الطبيعية مثل يعني الشيء اللي بيبين أكتر بالأحجار عادةً سعاد الزبون أو الزبونة يطلبون التصاميم النعمة أم التصاميم الكبيرة اللي تبين الحجر وتبرزها؟ في الأشياء النعمة أكتر لأنها بتعطيها لمعة خاصة بتعطيها شكل يعني بنقول كلاس طيب مثلاً هل ممكن أنه تعملون تصميم خاص لزبون معين هو في باله أو هو طلب أنه أريد تصميم معين خاص لي ما ينعمل لغيرها هل هذا وارد أدكم؟ أكيد أكيد عندنا موجود وموجود في غاز في غاز بيجو هو مد فرنسي بنعمل قطعة واحدة وتكون في يعني قطعة واحدة اللي بنعمل في بالنسبة للزبون ما يلقى مثلها يعني في السوق وهل هناك مثلاً ورقة ممكن أنه شهادة معتمدة ممكن تخليه ويكون مرتاح أكتر أنه ما ممكن يلقي في السوق مثل هذه القطعة اللي هو شطرها؟ طبعاً أكيد بنعطيه شهادات وضمانات وكل شيء في المنتوج بتاعنا عشان يكون مرتاح ويستعملها هو مرتاح طيب الأكثر طلباً لهذه القطعة الفريدة خلي نقول هل هم الرجال أم النساء؟ أكثرتهم نساء أكثرتهم نساء لأن النساء يحبوا يلبسوا القطعة ما يلقونها في شخص تاني صحيح طيب نصيحتي لكل امرأة ورجل يحبون اقتناء المجوهرات نصيحتي أنهم يلبسوا المجوهرات لأنها هي الكمال للمرأة والجمال وبالنسبة للرجل تعطيه جاذبية أكثر طيب نهاية حديثنا نقدم الشكرنا جزيل على كل هذه النصائح والمعلومات كانت معنا في الاستوديو أخصائية المجوهرات سعاد المغراوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر